ازايكم شباب عاملين ايه يا ربكم بخير وفيديو النهاردة فيديو سريع كده حنشرح فيه ازاي تدار تقفل التطبيقات عندك بالباسورد او بالفيس اي دي قعد تحتيز iOS 17 بس قبل نبدأ فيديو النهاردة تنساش تتابع الفيديو الاخر وتتعالني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد يلا بنا طيب عشان تقدر تقفل اي تطبيق عندك بالباسورد او بالفيس اي دي كل اللي تعمله هتحتاج تطبيق الاختصارات او short cuts بعد كده هندخل على التطبيق بالشكل ده واختلاحظ الوجهة الرئيسية بتاعته هندخل على التحكم التلقائي وهنختار منها تحكم تلقائي جديد بالشكل ده هندخل تحت لحد ما تلاقي خيار التطبيق هندوس عليه بالشكل ده وهنختار من هنا تشغيل مباشرة بالمنظر ده وهنسيب دي مقفولة طيب بعد كده هندوس على كلمة اختيار وتختار التطبيق اللي انت عاوز تقفله فليكن مثلا انا عاوز اقفل تطبيق مثلا الفيسبوك او الانستجرام او اي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي بالشكل ده ميسنجر او يوتيوب تختار اكتر من تطبيق عادي جدا انستجرام بالشكل ده وبعد كده هندوس تم بعد كده هندوس على التالي وهيزار لك الخيارات دي هنختار منها التحكم تلقائي فارغ جديد بالشكل ده وهنجي في خانة السيرش هنكتب هنا شاشة الكفر ونختار شاشة الكفر بالمنظر ده بعد كده هندوس تم كده هتكون قدرت تقفل اي تطبيق عندك بباسورد او بفيس اي دي دلوقتي لو جربنا ان ندخل على اي تطبيق من التطبيقات اللي افلناها فلليكم مثلا الميسنجر بالشكل ده بمجرب بندخل على التطبيق التطبيق بيقفل وبيجيب لك شاشة اللوك سكرين وبعد كده بيطلب منك انك تدخل الباسورد دخلنا على الاستجرام هنلاقيه افل مرة واحدة على شين تفتحه هيحتاج انك تفتح اللوك سكرين بالشكل ده كذلك اليوتيوب لو فتحناها بالشكل ده هنلاقيه افل مرة تانية وعشان تفتحه هيحتاج الفيس اي دي طيب نفترض انك حابب تلغيها وترجعها مرة تانية بكل سهولة هتخل على تطبيق الاختصارات وهتيجي على التحكم التلقائي وهتسحب سحبة من ناحية الشمال بالشكل ده وهتعمل حسف بالمنظر ده دلوقتي لو دخلت على اي تطبيق هتلاقيه شغال بدون مشكلة زي ما احنا ما شايفين وبس كده نكده يعتبر اسهل طريقة عشان تقدر تقفل بها اي تطبيق عندك بالباشورد او بالبيس اي دي لو استفتح في الفيديو النهاردة وزوطت معك الطريقة تنساش تدعني للايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد اشكو على خير السلام